وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا من الخرطوم الزميلة سهام سعيد سهام أهلا بك ما هي طبيعة هذا الاتفاق الموقع الاتفاق المبدئي ورأي الفرقاء السياسيين والشارع به نعم مرحبا مساء الخير الاتفاق اعلان المبادئ أو وثيقة اعلان المبادئ التي تم توقيعه اليوم بين الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال هو اتفاق للمبادئ على النقاط الأساسية التي سيتفاوض عليها الطرفان في مقبل الأيام وفقا لجدول سيعلن لاحقا حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام وهذا الاتفاق وجد ارتياحا وترحيبا كبيرا في الأوساط السودانية في الشارع السوداني وفي الشركاء السياسيين سواء كانوا الموقعين على اتفاق السلام مؤخرا في أكتوبر الماضي أو الحكومة الانتقالية بمكوناتها المختلفة الجميع سارعوا في الترحيب بهذا الإعلان وهذا الاتفاق الذي يقود لانضمام الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو للفترة الانتقالية حتى يسير الجميع في مسألة السلام والتنمية بالنسبة للسودان إذن هو اتفاق مهم وجود البرهان أو اتفاق البرهان كرئيس لمجلس السيادة وكقائد للمؤسسة العسكرية السودانية اتفاق في هذا الطرف مع عبدالعزيز الحلو على هذا الاتفاق للمبادئ بين الطرفين هو مؤشر مهم كما قال الفريق البرهان على جدية الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام طيب هنا السهام إذا ما دخلنا بالتفاصيل أهم المبادئ التي تحمل هذا الاتفاق ما هي نعم أهم المبادئ أنه المبدأ أساسي يعني عدم استخدام الدين في يعني كنوع من الأيدولوجيا أو السياسة أو يدخالوا في السياسة يعني عملية أن تكون الدولة مفصولة عن الدين هذه النقطة التي أقعدت قبل ذلك بالتفاوض بين الطرفين وعطلت التفاوض حتى الآن وأثرت الكثير من الجدل في شارع السودان وفقا لهذا الاتفاق وطبعا الحركة الشعبية تقول بأن السودان يتكون من أعراق وإثنيات مختلفة وأيضا هناك العديد من الديانات داخل السودان فلا يجب أن يكون هناك ضغط بأي صورة دينية على أي طرف من الأطراف لأن الجميع لا يدينون بدين واحد هناك أيضا الحديث عن تكوين جيش موحد يدين بالولاء للوطن فقط وليس لأي جهة أخرى وفقا لعقيدة جديدة يدين بها الجيش الموحد الذي سيتكون وفقا لهذه الاتفاقيات للسلام سيهام سعيد مراسلتنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك